بيضايق حضرتك لما تعملي سيرش على اسمك ويطلع قبلات سوهير رمزي لو في ايد حضرتك دلوقتي ممكن تمحي كل التاريخ ده من على اليوتيوب أو ساشا الميديا تحديدا تعملي كده؟ لا سوهير رمزي بكل بجاحة ووقاحة بتفتخر انها سيبة مشاهد عري واسفاف وبوس واحضان لكل الجمهور علشان يتفرجوا عليها وما عندهاش اي مشكلة قالص لو تعرض عليها نفس الادوار تعملها طالما في سياق الدراما وفي سياق العمل كلام غريب وعجيب وتصرحات هنسمحها من الفنانة سوهير رمزي بعد ما بلغت من العمر ارزاله وطبعا كمان هيكون معانا تفاصيل عن الحالة الصحية للموسيقر الكبير حلم بكر بعد ما تعرض لوعقة صحية على الهواء مباشرة كل التفاصيل والحكاية هتكون معانا النهاردة ولكن في البداية بدعوك للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرز علشان دايما يوصل لك كل جديد حلقة النهاردة بعنوان الاثر او يعني الاثر الايجابي اللي انت بتتركه في حياتك واللي اي انسان فينا بيحلم يسيب شيء جميل وشيء ايجابي في حياته بعد ما ماته والناس تتكلم عنه بكل خير وكل حاجة طيبة طبعا الكلام ده عكسه تماما وعلى النقيد بينطبق على الفنانة سهير رمزي سهير رمزي اللي كانت نجمة وفنانة معروفة في فترة التمانينات والتسعينات وكانت اغلب افلامها بتطلع بالعري والاسفاف والبوس والاحضان وطبعا كانت ضيفة مع الاعلامية اسمى ابراهيم في كلام او حبر سري على قناة القاهرة والناس وتسألت في اكتر من موضوع البوس والاحضان والعري والحاجات اللي كانت بتعملها في الافلام بتاعتها فكان ردها غريب جدا لما تسألت اول حاجة وقالت لو رجع بيك الزمن من تاني هتمثلي نفس الادوار ونفس المشاهد اللي كان فيها قبولات واحضان ساخنة ومشاهد كلها عري ردت بكل بجاحة وقالت انها ما عندهاش اي مشكلة تعمل الادوار دي من اول وجديد لانه كان ده سبب شهرتها وسبب نجاحها خلينا متفقين ان اغلب افلامها ما كانتش بتنجح غير بالحاجات اللي هي بتعملها علشان تجذب الناس تدخل تتفرج عليها في السينما وكمان يتفرجوا عليها على التلفزيون لو رجع تكي الزمن الوراء هتقدمي نفس المشاهد الجريئة ولا هترفودي رجعتي زمان هكولك قال ان كنت بعملها وانا مقتنع بيها كمان لما تسألت وقالت يعني ايه رأيك في اعمالك اللي انت عملتيها ردت بكل قوة انها بتفتخر وانها فخورة انها عملت حاجة زي كده طيب يا فنانة يا كبيرة يا قديرة لو عندك القدرة ان انت تمسحي كل الاعمال دي من على اليوتيوب والسوشيال ميديا وكل المنصات اللي موجودة حاليا هتمسحي ولا هتسبيها للناس تتفرج عليها ردها بصراحة كان غريب جدا ولكن مش غريب انه يطلع من فنانة زي الفنانة سهير رمزي لو في ايد حضرتك دلوقتي سلطة انك ممكن تمحي كل التاريخ ده من على اليوتيوب او سوشيال ميديا تحديدا وفي النقطة دي تحديدا حابب اضيف كده حاجة ان احنا كلنا على فكرة بنخطأ وكلنا بنعمل زنوب ولكن بنحاول بقدر الامكان نحنا نعملها في الديرة وربنا بيسطرنا وبيعديها وبيسطرها معانا ولكن من الواضح كده ان هي طلعة مش فارق معها اي حاجة من اللي كانت بتعملها سواء كانت بوس احضام سواء كانت ملابس عارية سواء كان كلام ابيح بيتقال في الافلام ما عندهاش اي مشكلة خارص وما عندهاش مشكلة ان الاعمال دي تفضل موجودة حتى بعد ما تموت والناس تتفرج عليها وكأنها بتقول كده انها مش فارق معها بقى موضوع الثواب والعقاب وان ربنا هيحاسبها على كل حاجة عملتها في حياتها بالاضافة الكل ده بقى جات عليها فترة كانت بترتدي الحجاب او حاجة شبه الحجاب كده عبارة عن غطاء رأس وكانت بتلبسه بستايل او بطريقة غريبة شويتين لما تسألت عن الفترة دي كان ردها انها طبعا ما كانتش بتحب شكلها بالحجاب وانها بتحب شكلها اكتر بشعرها وحقيقي انا مستغرب جدا ان واحدة زي كده تطلع في العمر ده بعد ما وصلت من العمر يعني حاجة كبيرة جدا وخلاص المفترض في السن ده تبدأ تقرب من ربنا وتبدأ تفكر في التوبة وتبدأ انها تعمل اعمال خيرية وما تتكلمش عن اعمالها اللي فاتت او ترجح تتوب عن الاعمال دي لا خالص مفيش الكلام ده كله تطلع وبتتكلم ولو تعرض عليها حاجة زي كده هتطلع وهتعملها ولو رجع بها الزمن من اول وجديد هتعمل نفس الاعمال وما عنداش اي مشكلة فحاجة زي كده وكعادة الجيل ده من النجمات او الفنانات فترة التمانينات والتسعينات كانوا يعني ما بيرضوش يخلفوا او حتى ينجبوا ابناء علشان بس الشكل العام والمظهر وان بطني ما تكبرش بطني ما يحصلش فيها كشكشة واش يفضل زي ما هو وافضل جميلة ونجمة والناس تحبيني وطبعا كان من ضمنهم سهير رمزي وإلهام شهين وبعض الفنانات على فكرة اللي ما رجوش يخلفوا بسبب الموضوع ده طيب هل دلوقتي وانتوا بازلتوا بتحتفظوا بنفس النجمية او بنفس الشهرة او بنفس الحالة الكبيرة اللي كنتوا فيها اكيد لا وكلنا شايفين الكلام ده كله طلع غيرهم من الفنانات والاجيال الجديدة اللي غطوا عليهم بشكل انهائي طيب فين بقى موضوع الشهرة وموضوع الجمال اللي انتوا مازلتم حافظين عليه بعد ما عدى سنين حياتكم كده لوحدكم هتفضلوا مقضينها كده من غير ما يكون ليكم ابن او بنت او ونيس في الحياة طبعا حاجة صعبة جدا ولكن مع ذلك بتصرح وبتقول انها كانت بتحب نفسها بتحب الفنانة سهير رمزي اكتر من انها تحب انها تنجب ولد او بنت يكون في حياتها على الرغم ان ده بيتنافى تماما مع الفطرة اللي ربنا خلقنا فيها واللي خلقنا علشانها طبعا كلنا لما بيحصل يعني زوج وزوجة وبيحصل حالة زواج اول حاجة بتكون نفسنا فيها اننا نخلي في بيب صغير ونبدأ نربيه ونزرع جوال القيم والعادات والتقاليد والحاجات الايجابية حتى نزرع فيه الحاجات اللي احنا ما عرفناش نزرعها في نفسنا ولكن من الواضح كده ان القيم والحاجات دي مش موجودة خالص عن طبقة الفنانين وانهم اهم حاجة عندهم الشهرة والنجاح والفلوس وان الناس تفضل تحبهم مع ان ده مستحيل ان حد يفضل يحبك او يفضل دايما متعلق بيك مهما كان شكلك او مهما كانت نجميتك وفي النهاية عاوز اقول لحضراتكم ان كلنا بنغلط وبكلنا بنعمل زنوب وكلنا بنعمل معاصي ولكن زي ما قلت لحضراتكم بنعملها في السر وفي الخفة كده وبندعي ربنا ان يسترها علينا دايما في الدنيا وفي الاخرة وبندعي لها هي كمان ان ربنا يهديها ويهدينا جميعا وترجع عن اللي هي فيه والتوب وترجع بقى تقرب من ربنا وتفكها من كل الاعمال اللي هي عملتها من الخبر ده نروح لخبر كمان قال بالسوشيال ميديا وهو يعني بحقيقة وفاة المسقار الكبير حلم بقر او ايه الوعقة الصحية اللي هو تعرض لها حلم بقر كان ضيف مبالح في برنامج على الهواء مباشرة وتعرض لوحقة صحية حاسس انه دايخ وما كانش قادر يصلب طوله علشان كده نقلوه للمستشفى وهناك اتضح انه عنده مشكلة في الكلا وعنده كمان مرض السكر علشان كده دخلوه غرفة العناية المركزة وهو ما زال حاليا في العناية المركزة بيتلقى العلاج وطبعا بندعي له ان ربنا يشفيه ويقوم بالسلامة ويرجع على كل محبيه دي كانت كل التفاصيل اللي كانت معنا النهاردة سواء مختلف او متفق ما تنساش تقول له رأيك في التعليقات واضغط لايك واشترك في القناة علشان دايما يوصلك كل جديد اول باول شكرا ليكم سلام